أحمد يقول أحيانا تأتي وساوس شيطانية يعني تطوف بالإنسان وكذا تخالف المعتقد يقول هل هذا يؤثر على الإنسان هل يحاسب عليه أخي أحمد بارك الله فيك عندنا قاعدة مهمة أن كل ما يطوف بالإنسان أو يأتي على خاطره من الوساوس والاعتقادات الباطلة الرديئة ومن الأفكار السيئة هذه كلها ما دام أنها حبيسة الصدر ولم يتكلم بها فلا يأثم ولا يحاسب عليها ولله الحمد والمن وذلك لقول الله عز وجل يقول جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا يقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فهذه الواردات ليست باختيار الإنسان هذه يطوف بها الشيطان بالإنسان يطوف الشيطان بالإنسان بمثل هذا وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يقول عليه الصلاة والسلام أن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسان المستكرو عليه وفي الحديث الآخر أيضا قال عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل فإذا نطق الإنسان بهذه الأفكار الرديئة وبهذه الاعتقادات الباطلة أثم إذا عمل بمقتضى هذا أثم أما إذا كانت حبيسة الصدر فإنه لا يأثم هذا أمر الأمر الثاني قد يأثم الإنسان متى إذا استرسل معها يعني بعض الناس للأسف الآن تأتي مثل هذه الخواطر الشيطانية والواردات الإبليسية تأتي مثل هذه الأفكار الرديئة فيطمئن لها ويسترسل معها تواصل معها ما يدفعها ولا يكرهها لا يطمئن معها هذا يأثم أصبحت الآن هذه من ذنوب القلوب من أعمال القلوب هذا من الآثام ولذلك الواجب على الإنسان أن يدفعها ويقول آمنت بالله ويستقيم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي سأله مثل هذا أمر آخر أخي الفاضل الإنسان الذي ما في أحد من الناس إلا ويرد عليه شيء من هذا القبيل فإذا وجد الإنسان نفسه تكره هذا الأمر وتدفعه ولا ترضى فيه يبشر نفسه بالخير فإن هذا محظى الإيمان هذا صريح الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد جاءه الصحابة الكرام يقول يا رسول الله إن أحدنا يتمنى لو تردى من جبل على أن لا يفكر في هذا الأمر فقال النبي عليه الصلاة والسلام أوجدتم ذلك؟ قالوا نعم يا رسول الله قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة ثم قال هذا صريح الإيمان هذا محظ الإيمان ليش؟ لأنه مدام كره الناس هذا وتمنوا أنه ما يفكرون فيه هذا الدلالة على أن هناك إيمان تتحطم على صخرته مثل هذه الواردات الشيطانية والأفكار الرديئة الإبليسية هذا مهم جدا ولذلك الإنسان مباشرة يدفع هذا الشيء وينكره ويشتغل بطاعة الله بعبادة الله بذكر الله بقراءة القرآن ينصرف ولا لأن الأسف الشديد بعض الناس الآن يمكن يشاهدوني وبعضهم يتابعني حتى عبر الخاص للأسف الشديد يسترسلون مع هذا الشيء يطمئنون له يرتاحون له ويوصلهم إلى والعياذ بالله قد يوصلهم إلى مراتع وخيمة ومستنقعات آسنة من العقائد الباطل فالحمد لله ما دام أنك تنكر هذا الشيء أبشر يا أخي الفاضل صريح قول النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أنك لا تحاسب إن الله تجاوز عن أمة ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل